أهلا بكم في القرن السابع الميلادي بعث الخليفة عمر بن الخطاب رسالة إلى والي مصر عمر بن العاص يطلب منه مواصلة الفتوحات عبر البحر فرد عليه هذا الأخير برسالة معبرة قال له فيها يا أمير المؤمنين إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركض أحزن القلوب وإنهاج أفزع العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نجاب رق شيء شبيه بهذا قاله عقبة بن نافع لما انتهى من فتح المغرب وتوجه إلى المحيط الأطلسي وقال لو لهذا البحر لا واصلت الفتوحات هذا يعني أن ثقافة البحر لم تكن ثقافة العرب ثقافة العرب هي ثقافة الصحراء ثقافة البيداء كما قال المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني وبالتالي في الجاهلية كان هناك الكثير من الاستئناس بالصحراء والكثير من الخوف من البحر وكما قال مرء القيس وليل كموج البحر هذا الكلام له دلالة كبيرة وليل كموج البحر وبالتالي هذا الليل بالنسبة لمرء القيس يمثل الهم والغم والضلام من هنا جاء بحر الظلمات أقول أن ثقافة العرب إلى هذا التاريخ كانت ثقافة الصحراء لأنهم كانوا ينطلقون من الصحراء بإطار تجارة القوافل الصحراوية يعبرون التلت الخالي ويصلون إلى العراق ومصر والشام والحبشة وغيرها ولكن الأمم الأخرى كانت ثقافتها بحرية عندما نتوقف عند الفنيقيين مثلا منذ القرن التاسع قبل الميلاد انطلقوا من شرق المتوسط يعني من لبنان الحالية وصلوا إلى بلاد المغرب أسسوا قرطاج في تونس ثم وصلوا إلى طانجة وسبتة ومن هناك عبروا إلى مديق جبل طارق وأقاموا المستوطنات في إسبانيا في مالغا وفي قادس وغيرها وفي القرن الخامس قبل الميلاد عندنا شخصية طريفة هو حانون حاكم قرطاج الذي خرج في المتوسط وعبر مديق جبل طارق وتوغل في المحيط الأطلسي وما بين القرن الثالث والقرن الأول قبل الميلاد كان هناك الكثير من الاستئناس بالبحر المتوسط القرطاجيون ينطلقون من جنوب المتوسط للإغارة على روما في شمال المتوسط وروما تنطلق من شمال المتوسط للإغارة على القرطاجيين في جنوب المتوسط واستمرت الحروب بينهما 120 سنة يعني الحروب التي تسمى الحروب البونيقية وعلى امتداد هذه المرحلة وإلى القرن الخامس الميلادي البحر الأبيض المتوسط تحول إلى بحيرة رومانية كان الرومان يسمونه مارينوستروم مارينوستروم هو مفهوم ثقافي أكثر منه مفهوم سياسي واستمر البحر الأبيض المتوسط بحيرة رومانية إلى سقوط الإمبراطوريا الرومانية في القرن الخامس الميلادي بالنسبة للعرب لم يستأنسوا بالبحر ولم يتوالفوا بالبحر إلا مع فتح الأندلس مع فتح الأندلس زال ذلك الخوف من البحر أول حملة بحرية إلى الأندلس كانت سنة 710 ميلادية وقام بها طريف بن مالك الذي عبر المضيق وأقام بالميناء الذي لازل إلى اليوم يحمل اسمه ميناء طريفة وفي السنة الموالية عبر طارق بن زياد بالألاف من الجنود ولم يكن للعرب أسطول الأسطول الذي عبر به طارق بن زياد منحهم إياه حاكم سبتة الكونت يوليان وفي السنة الموالية يعني سنة 712 كذلك عبر موسى بن مصير بالآلاف من الجنود إلى إسبانيا وعلى امتداد القرن الثامن كانت هناك تحركات بحرية مستمرة بين ضفتة ما ديق جبل طارق عندنا سنة 741 القائد الأموي بلج بن بشر عبر إلى الأندلس بالآلاف من الجنود وفي سنة 756 عبر من سيؤسس الإمارة الأموية في الأندلس سقر قريش الذي رافقه أخواله من الأمازيغ وكذلك العرب عندما نصل إلى القرن التاسع الميلادي وقع هناك نوع من الاستئناس بالبحر والأمويون أسسوا أسطول بحري عندنا سنة 818 سيقع في قرطبة ما يسمى بثورة الربض الآلاف من الناس طاروا ضد الأمير الحكم الأول فطردهم فعبروا البحر نسبة منهم جاءوا إلى المغرب انتقلوا إلى فاس جددوا بناء مدينة فاس هم الذين شيدوا عدوة الأندلسيين في فاس ونسبة أخرى انتقلوا إلى الإسكندرية ولما لم يطب لهم المقام في الإسكندرية انتقلوا إلى جزيرة كريت إلى اليونان وأقاموا إمارة هناك استمرت لمدة أكثر من مئة سنة من تونس كذلك كان هناك انتقال إلى سقلية على عهد الأغالبة أغالبة حكموا في سقلية يعني وصلوا إلى الشمال المتوسط وهذا في القرن التاسع وفي القرن العاشر الفاطميون قاموا بنفس الشيء أدون لنفهم علاقة العرب بالبحر وعلاقة الأندلس بالبحر يجب أن نلتجع إلى الأسطورة الأسطورة تعكس ما يوجد في الذاكرة الجماعية ما يوجد في الذاكرة الشعبية فمن الأساطير التي تربط الأندلس بالبحر عندنا أسطورة مدينة النحاس هذه الأسطورة وردت عند يقوت الحموي عند المسعودي عند أبي حامد الغرناطي وهي تقول بأن جزيرة مدينة النحاس توجد في بلاد المغرب أو الأندلس وأن الذي قام بغزوها هو الملك موسى تقصد موسى بن نصير عندنا أسطورة أخرى هي أسطورة صنم قادس هذه الأسطورة تقول بأن في مدينة قادس البحرية يوجد صنم هذا الصنم بيده مفتاح أحكم به إغلاق البحر ولم يعد بالإمكان دخول البحر إلا لما سقط المفتاح من يد الصنم أنذاك أصبح بالإمكان الإبحار من الأندلس إلى الهند وعندنا حكايات ألف ليلا وليلا التي تعبر بوضوح كبير عن التحول الدهني في البحر بالنسبة للعرب عندنا من الحكايات المعبرة حكايات الصياد والعفريت التي تتحدث عن الحوت الملون العجيب والملك في هذه الحكاية هو موسى المقصود هو موسى بن نصير وعندنا حكايات السندباد البحري مغامرات السندباد البحري فهذا الشاب المغامر وصل إلى البحار البعيدة وعاد بالثروات المهمة السندباد البحري في المستوى الخيالي هو الخشخاش بن الأسود في المستوى الواقعي الخشخاش بن الأسود هذا وكما ورد عند خشغاش من الأسود هو الذي كما ورد عند المسعودي في مروج الدهب يخبرنا أن هذا الشخص هو من قرطبة أبحر من ويلبة ويلبة يعني نفس الميناء الذي سيبحر منه قرون بعد ذلك كريستوف كولومبوس فانطلق من ويلبة في المحيط الأطلسي مع مجموعة من البحارة وعاد بغنائم مهمة عندنا شخصية أو شخصيات أخرى بدأت تتوغل في المحيط الأطلسي لاحظوا أن العرب منذ هذه المرحلة يتوغلون في المحيط الأطلسي الذي لم يعود بحر الظلمات كما كان في الماضي فالشريف الإدريسي يتحدث عن من يسميهم بالفتية المغررين هؤلاء الفتية المغررين هم مجموعة من الشباب الذين خرجوا من لشبونا وأبحروا في المحيط الأطلسي لمدة شهر وصلوا إلى ما يسميه الإدريسي بجزيرة الغنم بعد ذلك انتقلوا إلى جزيرة أخرى يقول الإدريسي أن سكانها شقر وأن نساؤها بجمال عجيب ويقول الإدريسي بأنه على عهده يعني نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الميلادي كان لا يزال درب في جشبونا يحمل اسم هؤلاء الفتية عندما ننتقل إلى القرن العاشر الميلادي فالبحر بالنسبة للأندلسيين أصبحت له أبعاد ثلاث بعد سياسي عسكري بعد اقتصادي وبعد اجتماعي بعد سياسي عسكري لأنهم أسسوا أسطول هذا الأسطول تطور بشكل كبير على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وخصوصا ابنه الحاكم الثاني وكان هذا الأسطول يغير على جزر البليار على المدن الإيطالية على المدن الفرنسية كذلك وعبد الرحمن الناصر في أسطوله كان يأتي إلى المغرب وكان له منتجع في منطقة بليونش كان يأتي ليقضي العطلة هناك إذن هذا المستوى السياسي العسكري المستوى الثاني هو المستوى الاقتصادي وهنا يجب أن ننبه بأن بفضل الأساطيل البحرية تطورت التجارة الخارجية بشكل كبير وبفضل ذلك أصبحت قرطبة مدينة برجوازية قرطبة هي المدينة البرجوازية الوحيدة في أوروبا في القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادي عندنا سفارة من ألمانيا سفير ألمانيا الذي جاء إلى بلاط عبد الرحمن الناصر ويتحدث هذا السفير عن قرطبة ويسميها جوهرة العالم أقول أنها المدينة البرجوازية الوحيدة لأن أوروبا أنذاك لم تكن فيها مدن برجوازية المدن الثلاثة المهمة وهي باريز ولندن وروما مجتمعة عدد سكانها لا يتجاوز مئة وعشرين ألف نسمة بينما في قرطبة وحدها عدد السكان يتجاوز نصف مليون نسمة وكانت السلاع القرطبية تصل إلى أوروبا وإلى جنوب المتوسط ومرتبطة باسم قرطبة لاحظوا مثلا قرطبة بالفرنسية هي كوغدو وأهم أنواع الجلود كانت تذهب إلى فرنسا من قرطبة ومن هناك جاء المصطلح بالفرنسية لكوغدونيي مستمد من كلمة كوغدو إذن هذا هو المستوى الثاني يعني المستوى الاقتصادي المستوى الثالث لعلاقة الأندلسيين بالبحر هو المستوى الاجتماعي بسبب البحر تكسرت بنية القبيلة في الأندلس يعني في بلاد المغرب وفي بلاد المشرق قضية القبيلة استمرت ربما إلى اليوم لكن الأندلس منذ القرن العاشر الميلادي انكسرت مفهوم القبيلة عندما زار بن حوقل أندلس في القرن العاشر الميلادي لم يجد قبيلة بن حوقل في صورة الأرض تفاجأ عندما وجد في البوادي الآلاف من النصارى وبالتالي في البادية أو في المدينة كان هناك النصارى والعرب واليهود وغيرهم ليس كما يقول دوزي أطروح الدوزي أظن أنها خاطئة دوزي الذي كتب كتابه الموسوعي في القرن التاسع عشر يقول بأنه لما وصل المسلمون إلى الأندلس العرب استقروا في المدن والأمازيغ في البوادي لا هذا غير صحيح في البوادي وفي المدن تجد كل العناصر وتجد مجتمع متعدد الأعراق يعني مجتمع الأندلسي بالإضافة إلى السكان الأصليين الذين هم اليهود والنصارى عندنا العرب عندنا الأمازيغ عندنا الرقيق الإفريقي العبيد الذين جاءوا من إفريقيا جنوب الصحراء وعندنا السقالب الذين جاءوا من شمال أوروبا وبالتالي مجتمع مختلط مجتمع متعدد الأعراق مجتمع أدرك أنه لا يمكنه أن يستمر بديناميته إلا إذا تعاير وأبرز مظاهر التعايش هو الزواج المختلط فظهر الزواج المختلط بشكل كبير في الأندلس لأن العرب والأمازيغ جاء فقط الرجال وبينما السقالب من شمال أوروبا جاء الرجال والنساء والسكان الأصليين كانوا رجال والنساء فحدث الزواج المختلط الزواج المختلط حدث بين النخبة وبين العامة ابن حزم يتحدث عن الأمويين في طوق الحمامة وكيف اختلطوا بالأوروبيات يقول هذا كلام ابن حزم وأما جماعة بني مروان رحمهم الله فقد جبلوا على حب الشقر حتى صار ذلك فيهم فطرة كانوا يحبون الشقروات وبطبيعة الحال النسل أصبح كذلك عندما تجد الخليفة عبد الرحمن الناصر كان أشقر ولونه أبيض وعينه زرقاء فأصيب بهذه العقدة فكان يضع الكحول في عينه حتى يظهر أصمر لأن الإنسان النموذجي الإنسان المثالي سوبرمان أنا ذاك هو الإنسان الأصمر وهذا يدفعنا إلى وضع علاقة بين العرق والحضارة عندما تكون عندك حضارة متطورة فعرقك هو المتفوق كما يحدث اليوم مع الأنجلوساكسونيين هذا الزواج المختلط أفرز فئة معينة في المجتمع هم المولدون المولدون هم من أباء أو أجداد عرب أو أمازيغ ومن أمهات أو جدات أوروبيات وبالتالي فكل الأسماء الكبيرة في الأندلس هم من المولدين ابن حزم ابن طفيل ابن رشد ابن عربي وغيرهم ثم أن هذا عدم الانتماء للقبيلة والانتماء إلى الوطن يعني إلى أرض الأندلس أو إلى المدينة أفرز ظاهرة من الوعي بالانتماء إلى الأرض فكبار علماء الأندلس أنتم عندما تحدثون مثلا عند ابن حزم تجدون ابن حزم القرطبي لأنه هناك الإحساس بالانتماء إلى مدينته ابن عربي المرسي أحمد البالينسي وهكذا دوالي دوالي عندما ننتقل إلى المرحلة المرابطية الحركة البحرية وعلاقتها بالسكان ستعرف منحة جديد مع المرابطين سيقع تحول في علاقة المغرب والاندلس مع المرابطين لأول مرة الأندلس تتحول إلى ولاية مغربية مراكش هي عاصمة الأندلس وبسبب هذه الوحدة السياسية وقعت حركة كبيرة للسكان المرابطين وحدهم المرابطين هم أول من أسس جيش نظامي في الغرب الإسلامي وهذا الجيش النظامي كان فيه مئة ألف رجل وكان فيه العديد من الروم من النصارى كذلك فالانتقال تم بسهولة كبيرة بسلاسة كبيرة ليس فقط للجند وإنما للمدنيين كذلك للمفكرين عندنا مثلا حالة معبرة هو ابن باجا هناك من يعتبر ابن باجا أول فيلسوف أندلسي ابن باجا كان وزير في البلاط المرابط بقي وزيرا لمدة عشرين سنة ومع ابن باجا انتقل الفكر والفلسفة الأندلسية إلى المغرب ابن باجا كذلك من مؤسسي الموسيقى الأندلسية ومعه انتقلت الموسيقى الأندلسية إلى المغرب ولكن ليس فقط في مجال الفلسفة والموسيقى بل في المجال المذهبي مع المرابطين انتقل المذهب المالكي لأول مرة من الأندلس إلى المغرب مع الموحدين سيزداد هذا التأثر الموحدون نقلوا الآلاف من العرب الروحى الذين جاءوا من المشرق إلى الأندلس للجهاد مع الموحدين كان التأثير كبير كذلك على مختلف الأصعدة يجب أن نذكر بأنه الخلفاء الموحدين كانوا ينقلون أبناءهم إلى الأندلس ليصبحوا حكام الولايات فهؤلاء الأطفال عندما يصلون إلى 14 أو 15 سنة ينقلون إلى الأندلس فوجدوا أساتذتهم من الأندلسيين مثلا يعقوب المنصور والناصر أستادهم هو ابن رشد وهؤلاء الفلاسفة كانوا يأتون إلى المغرب أكثر من ذلك يستقرون في المغرب لأن ابن رشد مات في مراكش ودفن في مراكش قبل أن ينقل رفوته إلى الأندلس والتأثير كذلك كان على مستوى العمارة لاحظوا خليفة مثل يعقوب المنصور هو الذي شيد صومعة لاخرالدة في إشبيليا وصومعة حسان في الرباط وصومعة الكتبية في مراكش وهما استنساخ لبعضهم البعض وهذا الخليفة كان رجل استثنائي هذا الخليفة كان له وعي بالبحر غريب بالنسبة لتلك المرحلة فهو يجب أن نذكر أنه متى وعمره 35 سنة وهو على فراش الموت محاط بالحاشية بدأ يبكي فقالوا له يا أمير المؤمنين لماذا تبكي فقال لهم أوصيكم بالأيتام واليتيمة فقالوا له يا أمير المؤمنين ومن هم الأيتام قال لهم هم أهل الأندلس لأنها بينهم وبين أرض الإسلام يوجد البحر قال له طيب ومن هي اليتيمة قال لهم اليتيمة هي جزيرة الأندلس لأنني أخاف على فقدانها بسبب البحر وفعلا ما أن مات وجاء ابنه الخليفة الناصر حتى كانت الهزيمة المدوية هزيمة معركة العقاب التي تعتبره بمثابة بداية النهاية بالنسبة للإسلام في الأندلس مع نهاية حكم الإسلام في الأندلس الحركة البحرية وعلاقتها بالسكان ستأخذ منحة آخر يعني منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر عندما أصبحت قضية فقدان الأندلس قضية وقت ليس إلا الأندلسيون جاءوا إلى المغرب الغرناطيون هم الذين جددوا بناء مدينة تتوان لذا استجدون مثلا حي البيزين في غرناطة هو نسخة من مدينة تتوان العتيقة حتى في الهادب التي شيد فيها فهؤلاء الأندلسيون في النسبة الثاني من القرن الخامس عشر جددوا بناء مدينة تتوان بنوا شفشاون وعندما سقطت الأندلس يعني سنة 1492 آخر ملوك المسلمين أبو عبد الله محمد جاء إلى المغرب ومعه أكثر من ألفين رجل وعلى امتداد القرن السادس عشر عندما بدأ التراجع عن ما التزم به النصارى في معاهدة تسليم غرناطة وبالتالي بدأ الاجتثاث التزريجي لثقافة المسلمين هؤلاء جاءوا إلى المغرب بأعداد مهمة على امتداد القرن السادس عشر ولكن هنا أريد أن أتوقف عند الموجة التي جاءت بعد الهزيمة في حرب البشارات أو في ثورة البشارات ثورة البشارات هي ثورة غريبة ثورة وقعت في الأندلس في منطقة البشارات بغرناطة ما بين 1568 و 1571 وهي ثورة ثقافية ليس اقتصادية أو سياسية هم لم يكنوا يطالبون بالحكم يطالبون باحترام ثقافتهم عقيدتهم عاداتهم فتم إخمادهم بتمرد رهيب وبسبب قمع هذه الثورة الذين قاموا بها أعداد منهم فروا إلى البراري في الأندلس وأصبحوا يقطعون الطرق ولكن هم قطاع الطرق ثقافيين وليسوا اقتصاديين وسموا بالمنفيين حتى باللغة الإسبانية تسمى وقادة الجيش منهم جاءوا إلى المغرب أو ذهبوا إلى الإمبراطوريا العثمانية في سنة 1571 نجدهم قادة الجيش في معركة لبانتو التي كانت في البحر الأبيض المتوسط بين الإمبراطوريا العثمانية وإسبانيا ثم لما جاءوا إلى المغرب تحولوا إلى قادة الجيش نجدهم في معركة واد المخازن سنة 1578 وفي غزو بلاد السودان سنة 1591 ومن بين هؤلاء هناك شخصية طريفة غير معروفة لذا أريد أن أتحدث عنها هو الدوغالي سعيد الدوغالي سعيد الدوغالي هذا هو النسخة الموريسكية لعروج وخير الدين في الجزائر فسعيد الدوغالي هذا قرصان جسور كان يتجه إلى منطقة الأندلس فقام بإفراغ قرى الأندلس البحرية من السكان كان يأسرهم ووصل كذلك إلى جزر الكناري عندما نصل إلى القرن السابع عشر فهذا تحول مهم جدا في علاقة الأندلس بالبحر فبداية القرن السابع عشر ما بين سنة 1609 و 1614 تم طرد أكبر موجة من الموريسكيين نسبة منهم توجه إلى فرنسا وإلى إيطاليا ومن هناك عبروا إلى الجزائر وتونس وإلى الإمبراطورية العثمانية لكن حوالي 300 ألف منهم جاءوا إلى المغرب استقروا في المغرب استقروا في المدن الأندلسية مثل تطوان وشفشاون ولكن نسبة كبيرة منهم اتجهت إلى الرباط وسلا واستقروا في الرباط وسلا وأقاموا نظام ديمقراطي في الرباط وسلا يسمى الديوان كان الرئيس ينتخب سنويا وكان لهم نوع من الحكم الداتي فهؤلاء الموريسكيين الذين طردوا يجب أن نتسأل لماذا طردوا من إسبانيا طردوا لأنهم اعتبروا مسلمين ولما جاءوا إلى هنا تم إقصاؤهم لأنهم اعتبروا مسيحيين نحن نتحدث عن 1609 يعني مرت أربعة أجيال عن سقوط الأندلس هذا الجيل الرابع 120 سنة وبالتالي هؤلاء فقد الدين فيهم إما أصبحوا نصارى وإما أصبحوا مسلمين ولكن يمارسون التقية وبسبب عدم وجود فقهاء فدخلت البدعة في عقيدتهم لذا في إسبانيا يسمون لوس كريستيانوس نويبوس المسيحيين الجدد بتمييزهم عن المسيحيين الحقيقيين ولما جاءوا هنا إلى الرباط سموا مسلمين درباط للتشكيك في عقيدتهم فهم هنا وهنا كانوا يمثلون الآخر الآخر هو الذي يختلف عننا دينيا وعقائديا ولغويا ودهنيا وبالتالي كان هذا الاختلاف الكبير ومع ذلك فهؤلاء المرسكيين أدخلوا ثقافة مهمة جدا إلى المغرب سواء على مستوى العمارة أو الموسيقى أو الطبيق أو اللباس لاحظوا أن في لباس النساء مثلا في المآتم عندنا في المغرب النساء يلبسون اللون الأبيض هذا جاء من التأثير المورسكي هم رفضوا هنا بسبب عادتهم الأوروبية هم كانوا يدخنون يشربون الخمر بعضهم طبيعة الحال اختلاط النساء بالرجال النساء تذهب السافرات وهذه العادات لم يكن من السهل أن يقبلها المجتمع المغربي لكن مع تقدم الوقت سيقع الاندماج التدريجي قلت اندماجه في المؤسسة العسكرية منذ البداية في الديبلوماسية أهم السفارات المغربية إلى أوروبا ابتداء من القرن السابع عشر كان على رأسها المورسكيون عندنا في سنة 1610 سفارة الحجري إلى فرنسا وهولندا في نهاية نفس القرن السابع عشر سفارة الغساني إلى إسبانيا في القرن الثامن عشر سفارة المهدي الغزال إلى إسبانيا في القرن التاسع عشر سفارة عبد القدر عشعاش إلى فرنسا وأريد أن أختم بنقطة مهمة هي أريد أن أضع نوع من التوازي بين الموريسكيين الذين لم يطردوا والموريسكيون الذين تردوا الموريسكيون الذين لم يطردوا انسهروا في المجتمع الإسباني إذا تجد اليوم في إسبانيا الظاهرة الموريسكية تجدها في العادات في الدهنيات في الثقافة ولكن لا تجدها في الإنسان يعني ما يسميه بلاسينفانتي مبدأ الثقافة ليس هناك إنسان موريسكي اليوم في إسبانيا لأن هذا الإنسان الموريسكي داب في المجتمع الإسباني ولكن هنا عندنا في المغرب الظاهرة الموريسكية تجدها في الثقافة في العادات في الذهنيات ولكن تجدها في الإنسان وبالتالي هنا بيننا لا زالت الظاهرة الموريسكية متحركة بينما في إسبانيا أصبحت جامدة وللحديث يسألة ترجمة نانسي قنقر